فالنادي الأهلي مش هتعامل بالنواية الحسنة احنا لن نتعامل مع أحد بفكرة النواية الحسنة لأن أنا آسف أني لازم أقول لكم ما بقاش فيه مجال النواية الحسنة والبعض شاطر جداً البعض شاطر جداً في إيه بقى؟ في فكرة الصوت العالي وفكرة أني أنا أعمل بروباجندة هل يعتقد أحد أني نادي الزمالك اللي تعرض للمجاملات التحكمية الفجة أمام بيرامد هو اللي يطلع يعقب على جهات جريشة ويقول البعض أني جهات جريشة توقف عشان ظلم الزمالك احنا هنا أمام فداحة في الرأي وأمام فكرة أني إحنا لأ إحنا بنتعامل مش فارق معنا وفكرة الصوت العالي عشان نعدي اللقطة وفكرة تصرحات كابتن سار عبد الحفيز اللي البعض حاول يدخلنا فيها عشان يلهي الجمهور عنها لا ده مش هيحصل والنادي الأهلي مش هيقع في الفخ ده وطبعاً فيه نقطة مهمة حضرتك اتكلمت فيها قلت النادي الأهلي تقلوا أني أنت عشان تستقدم حكم أجنبي لازم قبلها بقد إيه تكون سدتك 14 يوم طب النادي الأهلي حاضر أنت بتقول أني فيه لايحة بتحكمني وبتقوله 14 يوم يا سيدي أنا حدفع لك الشيك وقات الحكام الأجانب واضحة خلينا أقول لك كمان تصريحات طبعاً الكابتن أحمد نجاهد دي دربة استباقية بقى منك دي كانت هو يعني سبق بتصريحات معينة في أحد اللقاءات أو في أحد المدخلات في أحد البرامج وقال أنه لو النادي الأهلي طلب حكام أجانب وجبنا حكام أجانب طبما الكلام ده مش هيكون فير أو مش هيكون عادل ممكن تركت على استعرض التصريح طبعاً شوفوا مسألة استقدام حكام أجانب ليست مادية ليست مادية لأن هناك أندية أخرى لا تستطيع أن تدفع لو كان البعض يرى أن هناك حكام ليسوا على قدر معين قدر معين من فناديين يعني هي الفكرة كلها نوعين هو وأستاذ أحمد مجاهد بيقول أنه أنا مش هقدر أجيب للأهلي حكام أجانب ويستمر طبعاً المسلسل الاستباقي أنه طبعاً هيبقى مش عادل لأنه في أندية مش هدى تجيب طيب أنا عايز أعقب على الموضوع ده بموضوعين وأستاذ أحمد مجاهد هو اللي كان موجود من سنتين في اتحاد الكرة وكان نادي بيراميدز 2019 وكان بيستقدم كل مباراة مش مباراة بقى المهمة ولا الجمهرية لا ده كل مباراة كان بيستقدم حكام أجانب دي رقم واحد رقم اتنين عمر ما فيه حاجة في الليحة أنا أطالب بيها مش مهاش عدل أو ظلم يعني لو عندي بند بالضبط يعني لو عندي لائحة أو بند في الاتحاد نفسه أنا بطالب بيه إذن هذا قمة العدل وليس أبداً تجني على أندية أخرى إلا إذا كان الاتحاد من أول يوم شالها طالما موجودة في الليحة وطالما بند مهم في الليحة أنا التجأت إليه إذن ده أبداً عمره ما يكون ظلم يمكن الأستاذ أحمد بجاهد زي ما تقول بيستبق عشان يعني لو الأهل يتمسك بالحكام أستمر أنا في إيه في أود الغطاء لقرار الاتحاد والاستمرار العند في عدم استقدام حكام أجانب واضح إن سياسة العند أنا هاخد من الكلمة اللي قالها كابتن هيسم لأنه واضح إن فلسفة أستاذ أحمد مجاهد هي العند تعالوا كده نرجع لبيان النادي الأهلي السابق الخاص بالحالات التحكمية اللي حصلت في مباراة النادي الأهلي ولما النادي الأهلي طلع بيان بيهاجم فيه وبيتكلم فيه خرج في نفس اليوم بعدها بنص ساعة قرار إن الشناوي يحل التحقيق ثم كذا 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 طب النادي الأهلي برضو المراضي اتكلم وخرج بيان عن حالات التحكم في مباراة المحلة خرج بعدها بنص ساعة نفس البيان اللي بيقول إن كابتن سيد محل التحكم فالفلسفة اللي بيتباحها بقى كابتن أحمد مجاهد ايه أو أستاذ أحمد مجاهد ايه وهي فكرة إن أنا دايماً هضغط عليك إن أنا دايماً لأ هحطك بفكرة إن إنت مطلع بيان حاجة بتضغط بها أنا كمان هضغط عليك والسياسة دي لا تصلح مع النادي الأهلي وعلى فكرة إحنا مش عايزين نجيب تصرحات كان بيتقال فيها بشكل واضح أنا أكتر واحد خدمت نادي الزمالك إحنا مش عايزين حد يخدمنا إحنا فيه لايحة بنرضي عليها تطبق طالبين تطبيق اللايحة اللي بتقول إن من حق استقدام حكام أجانب وكمان بذكر حضرتك فكرة العدالة بقى بتاعة الفرق القدر على الدفع طب ما علش طب ما فيه أندية بتقدر تستقدم لعبين أجانب بأسعار كبيرة جدا ونادي قدرته التسوقية أنه هو ما يستقدمش هل ده شيء مش عادل في المصابقة ما بالك الحكم ده أساسا قياس مختلف تماما لأن الحكم اللي جاي مش حيفيد فريق بعينه ده حيفيد الطرفين فأعتقد الفكرة دي واللعبة دي وفكرة وضع النادي الأهلي في حرج أمام جمهوره النادي الأهلي لن يقبل والجملة بقى البعض يفكر فيها كده أن يتم حدوث أي شكل من أشكال إرضاء البعض على حساب النادي الأهلي هذا لن يحدث وإنهاني بكل منظومته لن تقبل بدا وخلينا أقول لك برضو أنه يعني يعني تصريحات أو عدم استقدام مداربين أجانب إحنا والنادي الأهلي في بيانه السابق قال أنه بيطالب إظهار الحقائق والتام من الرأي العام يعني أنت لو رفضت هترفض ليه هل أنتوا شايفين أن ده مش من العدالة استقدام حكم أجانب هل ده حاجة يعني مقبولة أمام الرأي العام أبدا لأنه أنا ملتزم باللايحة ونادي الأهلي قال في بيانه والنهاردة أنه هيبعت الشيك المختص طبعا أو تكلفة استقدام الحكام الأجانب زي ما قالت اللايحة بالزبط وفي المعاد المقرر لها إذا نادي الأهلي دائما ملتزم باللوايح ونادي الأهلي هو أكتر نادي دفع تمن الأخطاء التحكمية